بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على صغر المرسلين اليوم إن شاء الله نبدأ Chapter 4 Fundamental of Confection المقطع الأول نشوفه Physical Mechanism of Confection لاحظ هنا عندنا أنواع الconfection اللي هي شفناها قبل Free Confection اللي سبب فيه Boiency Force والForces Confection اللي هو السبب فيه اللي هو External Mean قدنا نكون فان في هذه الحالة عندنا أو أنه Pump إذا كان عندنا هنا Liquid في عندنا كمان الconfection Pure Conduction كلها Conduction and Confection Both require Presence of Material Media لازم لهم وسط تنتقل في هذه الحرام لكن الconfection يختص بأن ويش require the fluid motion لازم له هذا الفلود الموجود يكون فيه Motion يكون متحركة إما بفورصد أو ناتشر أليس هنا هي تترانسفر طول الصوليد Always by Conduction الصوليد فيما بينهم لأنه ما فيه ما فيه fluid motion هذا Pure Conduction هي تترانسفر طول الصوليد أو غاز أو through liquid أو غاز can be by Conduction ممكن يكون بالconduction أو بالconfection لكن هذا الشيء يعتمد على إيش وجود الفلود motion هذه تترانسفر طول الصوليد من تترانسفر طول الصوليد ممكن لإنتقل خلال الفلود هو من الترانسفر بي من الترانسفر خلال الـ والحمس превращ إذا ننتقل الحرارة عن طريق فارقة الـ Conduction لماذا؟ لأنه لا يتم تحرك الهواء المثال الهواء يتكلم الهواء لتدخل الهواء أجول وضع الهواء إلى الهواء ماذا يحصل هنا؟ لاحظ هنا عندنا فلود ساندويتش بين 2 بلايت 2 بلايت واحدة منهم كولت درجة حرارة 30 و 1 بلايت درجة حرارة 110 ساخنة ماذا سيحصل؟ هذا البلايت ساخنة الهواء المحيط بها مثلا نقوله الووتر الماء مثلا هنا المحيط بها الذرات تبعه ستبدأ تسخن وتسخن اللي جنبها كلما سخنت كلما وصلت الحرارة حتى تصل الحرارة في النهاية إلى كولد بلايت ستبدأ تسخن سريته في ترانسفر through the fluid much higher by convection than it is by conduction طبعا إذا عندي كمية حرارة تنتقل عن طريق الفلويت فهي بتكون طبعا بالconvection أكثر منها بالconduction in fact higher velocity higher rate في ترانسفر كلما كانت الفلوستية عالية كلما كانت الهيطة ترانسفر عالية لاحظ لاحظ هنا عندي hot iron block و هنا عندي flood flow طبعا كمية الحرارة تنتقل من hot block إلى الهواء المحيط بها هنا أقول لك يقول لك Convection heat transfer strongly depend on fluid property ترتبط ارتباط قوي بخواص هذا الفلويد flow الموجودين ترتبط بالdynamic viscosity thermal conductivity density specific heat و كمان ترتبط طبعا بالسرعة تبعا it is also dependent on geometry لاحظ نحن القانون تبعنا اللي هو neutral law ترتبط كمان بالجيومتري rough enter roughness هذا السطح الموجود عندي هنا إذا كان خشن أم لا in addition the type of fluid flow و كمان بنوع هذا الفلود إذا كان laminar أو turbulent وهذا الشيء هنشوفه فيما بعد طبعا القانون معروف عندنا neutral law of cooling ممكن تعطيه بهذا الشكل أو بهذا الشكل لكن هنا أخذنا بالحسبان اللي هو surface area تبعا solid وهنا ما أخذنا هذه نسميها heat flux لاحظ هنا a fluid in direct contact with the solid fluid in direct contact with the solid ذرات الفلود اللي هي ملاسقة هنا لل solid block هذي إشت تلصق على service due to viscous effect الفيسكوس الفيسكوس افكت يخلي هذه ذرات تلصق بهذا service and there is no sleep و ما فيها هذه ذرات ما تتزحلق هاذا يش نسميها هذه الظاهرة أو هذه ظروف هذه الكوندشين هاذا نسميها non sleep condition البونديري layer asia the flow region adjacent to the wall in which the viscous effects are significant لاحظ المنطقة هذه القريبة من هذا solid هذه القريبة قال لك هنا منها الفيسكوس effect فيها قلنا أنه هو السبب في هذا إذن معتبر يعني كميته كمية معتبرة لاحظ كمان the gradient the velocity gradient كمان تدرج في السرعة تبعه كبير لاحظ هنا كانت السرعة الصفر عند السوليد وهنا صارت أكبر شوي وهنا صارت أكبر شوي فهنا فيه تدرج للفلسطي كبير جدا أما هنا لاحظ هنا ما فيه تغير تقريبا في الدرجة في الفلسطي the fluid property responsible for the non-sleep condition and development of boundary layer يعني الخاصية الخاصية المسؤولة عن non-sleep condition هذه والboundary layer الطبقة هذه اللي نسميها boundary layer السبب الخاصية المسؤولة عنها الفيسكوس عن multiplication and implication of the non-sleep condition is the transfer from the solid surface to the fluid layer adjacent to the surface is لكن وصلتنا وصلتنا عن طريق ال-conduction ال-conduction عن طريق ال-conduction ممكن إذا كنا distribution تبع temperature لكم معروف ال-h هذه نحن نعرف انها تساوي ال-q تساوي h-h t-s-t-anfinity إذن ال-h هذا تساوي ال-q by conduction نقسمها على t-s-t-anfinity السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته